كابتن محمود من الحاجات برضو الملاحظة جدا فكرة انه فيه هجوم مش هقول انتقاط حتى على بعض العناصر في منتخة مصر ومش بعض كبان تيبقى كل العناصر في منتخة مصر وفيه اسماع بعينها يعني خلينا متفيه انه الاسامة بعينها صالح وانني اكتر اتنين صالح وانني اكتر اتنين مش بس انا ضد فكرة ان انا جرح في حد ايوة احنا عندنا نجم اسم محمد صلاح احنا بنتشرف بي ايوة كلنا بنشجع ليفربول حتى انا مثلا واحد طول عمري بشجع منشستر انايت بس لما سرح ليفربول انا عايز ليفربول لو بيلعب لناتي ده باعي الصلاح يكسب ده تمام ان احنا حد بيشرف الكرة المصرية والافريقية والكرة العربية فده شرف لنا انه هو مصري يعني وراجل ماشي بقاله فترة كبيرة على خطة سابتة وماشي كويس جدا والعالم كله عارف كيمة محمد صلاح ففكرة ان انا انا ممكن اقول ان صلاح وحش في البطولة بس ما اقولش ان هو لا اعمتش ونص انا ضد فكرة ان العيب الكرة بيهرب لا استحال عقلية صلاح ما تعملش كده بالزبط يعني العقلية اللي عارف محمد صلاح عقلية صلاح ما يعملش كده هي وارد الكرة مش ماشية معها والضغط اللي محدود هو مضغوط جدا فوارد يحصل لقصابة ده طبيعي يعني يعني الضغط اللي عليه وبتاعه فحصل لقصابة عادي جدا وبعدين محمد صلاح وصل لحاجة في الكرة ان هو خلاص انا لو جات لحاجة لازم خلاص مش اكمل عليها من كل الناس في اوروبا كده لو حاجة بسيطة جدا بيطلع بزداد في العضل يعني لو خد خبطة كدمة بتاعه انا اقدر اكمل هو سمعت العضلة شوية لا مش هستنى لما يجب لو حاجة في العضلة لا ما هتزيد اه مبزا والفترة هتطول معه في العلاق فهو وصل لعلاق احترافية احنا ممكن ما نكونش وصل لله قوي فلكن انا مش مع ان صلاح يريبه واستحالة يكون عمل كده مليون في المائة استحالة يعني لكن انا ما اقدرش اقول لك وانا برضو في ناس هديها العزل لان انا برضو انا مستني ان محمد صلاح يعمل له كل حاجة والفنوس السحري بتاعه وده مصح فانا مستني محمد لا انا راجل كمصري بتفرق محمد صلاح كيموة كبيرة جدا فانا مستني محمد صلاح يكون هتجيله ويرقص ثلاثة اربعة احد فهي الموضوع مش وصل للناس برضو بطريقة فهمة كيموة رأس اللي انا اقصد يا كابتن محمود انت راجل مسك والتحريفة او في الملعب تلعب مع فريتك فجمهور مسك النادي المصري شهر كابتن محمود عبي حكيم في الملعب وحريتك مستني احسن حاجة فوارد تبقى الكورة مش ماشية معاك لا مش بس كده ما في فرقة انت مش فترة بالوحدك يعني انت مثلا هون بيقوم بيساني منك انك ترقص عشر وانك تسجل هاترك مش فرقة معايا كمان انا خلي بالك اتفق معاك جدا بس انا عايز اوصل لك ان انا برضو بدل عذر الناس انها مستنيها من محمد صلاح من حباه وعشان ما فيه واسم محمد صلاح واللي وصل له طبعا يعني فهم فانا شايف ده لكن لو رجعنا للمنتخب بقى انا عايز اقول لك في 86 احنا اتغلبنا اول مطش من سنغل على ملعبنا صح اخلنا البطولة فيها معظم الفرق اللي خدت بطولات بتلاقيها في اول مطشات كتير جدا فرق صحي في اول مطشات كان بتتغلب عادي جدا صح وفي ادوار فيه فرق كبيرة في الادوار الاولانية ما تبقاش احسن حاجة ارجنتين لما خلقك السؤال ده بداية يعني فهم احنا بنتحسن احنا كنا تمطش غانا احسن من مطش موزنبيك بكتير جدا الشروط التاني كنا كويسين جدا عندنا حلول لما الناس بقت في الملعب كتير لعيب الكرة موضوع فرق معنا كتير جدا لان احنا المنتخب الوحيد في العالم اللي صاحب فكرة لا انت عندك ناس في نص الملعب لازم تضرب وتخبط لا هي الفكرة دي بقت غلط جدا في الكرة انت احسن ناس بتعرف تطلع بالكرة وتلعب كرة هي اللي ماشي كويس في العالم كله كل الفرق الكبيرة منتخبات واندية منتخبات واندية كل الناس اللي بتلعب في نص الملعب احسن ناس بتبقى ممكن ده كان يبقى سبب الاعتماد روي فيتوريا على فكرة ان محمد نني يبقى هو رقم 6 عشان يطلع له بالكرة انا معك بس انا ضد فكرة ان انا لعب حمدي ونني وعندي ناس تقدر تنقلني زي زيزو زي امام انا كفاية واحد يعني انت لو عايز كده انا كفاية واحد كفاية واحد وكنت افضل مع ان ده كلام خلاص بقى فات عليه ان الواحد ده يبقى طريح عامل انا كنت افضل كده يعني تمام وكنت افضل برضو ان لازم عبدالله السعيد كان يبقى موجود لان عبدالله كان هيقدر يطلع لك بالكرة سهلة جدا وجود عبدالله في منتخب مصر كان هيساعد صلاح كتير جدا هاد كل المطشاط اللي كنا بنلعبها قبل كده كل ما الصلاح بيوصل عبدالله اللي كان بيوصل هاد كل اللجوان بتاعت صلاح مع المنتخب معظمها هتلاقي عبدالله اللي أنا دايما بقول احنا بنكسب القفاركة كريم بالمهارة مش بالكوه انت لو تحطيت معاهم في كوه وصرع هم هم هيموتوك مش هيكسبك لو تحطيت معاهم في كوه وصرع احنا طلعهم لنا بنكسبه بده بعقلنا ومهارتنا فانا كنت بشوف اني لازم رمضان صبح يبقى موجود في المنتخب فرحت جدا لما مصطفى فتحي خد خلي بالك مصطفى لا فرحت اصلا في الناس كتير اختلفت وقالك لا 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 بالعكس اه زيزه العيب كبير طبعا بس انا فرحت لان انا عارف مع الوقت ومصطفى لو خد تاني الموضوع هيتحسب وهيبقى احسن لان مصطفى كوهلت ومختلف خلص ما بقاش موجود كتير في مصر حتى لولا عيب واحد ضدوا لا واحد على واحد انا متفائل ان شاء الله وحنقدر نكسب باذن الله